سجل التداول في القطاع الغاري بمملكة البحرين زيادة في الربعين الأخيرين من العام 2020 حيث بلغت نسبة الزيادة في الربع الرابع والأخير حوالي 20% أما الربع الثالث فقد وصلت نسبة الزيادة فيه إلى حوالي 14% وتأتي هذه الزيادة كنتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على النشاط الاقتصادي بشكل عام ومنها القطاع العقاري حيث وازنت الحكومة بين اتخاذ الإجراءات الاحترازية وبين تقديم الدعم وتوفير المناخ المناسب لضمان استمرارية العمل في القطاعات الاقتصادية الحيوية ومنها القطاع العقاري والتي كان لها الأثر الكبير في استقراره النسبي هذا ويمتلك القطاع العقاري بيئة استثمارية جاذبة لما يتوفر في مملكة البحرين من تشريعات ضامنة وحامية للمتعاملين في هذا القطاع من جهة وما يلقاه هذا القطاع من اهتمام ودعم من قبل الحكومة من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر